فرصة استثنائية أطلت على أفغانستان سنة 2020 بشرى السلام لاحت عبر التوقيع على اتفاقية الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان نهاية فبراير شباط اتفاق وصف بالتاريخ كلا لا أشهرا من المفعوضات الماراثونية تضمن جتولا زمنيا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل التزام طالبان بفك التحالف مع تنظيم القاعدة وأن لا تكون البلاد منطلقا لأي اعتداءات إرهابية مستقبلا كما شكل الاتفاق حجر الأساس الذي انطلقت بموجبه عملية السلام والمصالحة الداخلية بعد أشهر من المراوحة بسبب شيطان التفاصيل لا سيما مع محاولة السلطة في كابل التنصل من الانتزام بالإفراج عن خمسة آلاف من سجناء الحركة قبل أن تبادر إلى إطلاق سراحهم بناء على توصيات المجلس الأعلى للأعيان اللوياجرغا وهو ما شرع الباب أمام بدء مفاوضات السلام الرسمية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الانفراجة في منف المصالحة الأفغانية سبقتها أزمة سياسية حادة في كابل بسبب خلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية بين الرئيس أشرف غني وغريمه عبدالله عبدالله حبست أنفاس جميع المتابعين خاصة بعد تنصيب الرجلين نفسيهما رئيسين للبلد ما أجبر واشنطن على التدخل لفض النزاع تطورات انعكست في الميدان حيثما تزال الجبهات مشتعلة والاشتباكات في ذروتها مع تواصل استهداف إعلاميين وكتاب أفغان إلى ذلك فاقمت الكوارث الطبيعية وأزمة جائحة كورونا معاناة الأفغان اشتاحت فيضانات عارمة أجزاء واسعة وتسببت بسقوط نحو مئتي قتيل وجرفت السيول مساحات واسعة في سبع ولايات وجاء انتشار وباء كورونا ليفاق من المشاكل الصحية والاقتصادية المتردية أصلا وقررت الإغلاق شلة البلاد وزادت من عوز العمال وأسرهم لا سيما أن تسعين بالمئة من الأفغان يعيشون على دولارين في اليوم ووفقا للأرقام الرسمية يبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في أفغانستان نحو خمسين ألفا أربعون عاما والصراع الأفغاني مشتعل أربعون عاما وما يزال الأفغان يعانون ويلات الحروب والآن بينما يبدو السلام أقربا من أي وقت مضى هناك ضرورة ماسة لأن تجد أطراف النزاع تسويات سياسية لصراعاتهم على أمل غروب شمس مشاكلهم في انتظار فجر جديد مع بداية العام الجديد جواد جوادي العربي